إنما الكلام اللي قاله كابتو الخطيب هو اللي بنتمنى كلنا إحنا مش معنى الزيارات دي إحنا مش هنتنافس هنتنافس وفي كل الألعاب وده منطقي جدا جدا أهلي وزمالك هم عصب الفرق القومية طيب هم اللي اتنين مع بعض يشكلوا 90% أو 85% من مجموع مشجعي كرة القدم في مصر والخمساشر التانيين منهم جزء كبير أهلوية زمالكوية بالإضافة لكونهم بشجعوا الأندية الشعبية الأخرى بديرا أن نتمنى تمتد لكل الأندية الشعبية ولكن لا عزاء للناس اللي هتجد في هذا الأمر مصيبة وحلت عليهم الناس اللي كانت بتتاجر على الخلاف على الكراهية على المكيدة على الكلام اللي مالوش أي علاقة بأرض الواقع أكتر من أنه يطلع يغازل به بعض المشاعر السلبية النهاردة كلنا نراجع نفسنا ونفهم أن المسؤولية تقتضي بقى أن احنا نغتانم هذه المبادرة كل واحد يبقى في حاله كل واحد يبقى في نديه كل واحد يرصد القضايا الكبرى يناقشها بهدمام واحترامه كل واحد يسعى سعيا جدا لمصلحة فريقه دون الإساءة للآخر ودون التلاسن ودون سوء النواية أنا بقولك كرة على فكرة دي بادرة ممكن توصل بسوق كرة القدم إلى الهدوء إلى ضبط الأسعار إلى المشعار حاجات كتير جدا لأن أنت في ظل التنافس والخلاف والمتجرة بهذه النقطة الناس بتستفيد في إذكاء وإشعال الأمور عشان الترجمة دي تتحول لجيومه بالشخصية مبادرة رائعة كلمة حكيمة بالغة الأهمية فيها عمق بتوضح صدق النواية وبتوضح الغرض اللي دفع الآله لهذه الزيارة وحرارة واحترام ووقار الاستقبال اللي إذا مالك حريصة أن يقابل به هذه الزيارة